السلام عليكم ازايكو عامليني يا رب الجماعيكم بخير النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في التربية أولادنا من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم نعملها مع أولادنا ادخال الفرح والسرور في نفس الطفل ازاي ادخل الفرح والسرور في نفس الطفل السرور والفرح دول حاجة كبيرة جدا في نفس الطفل وفي نفس اي بني آدم حتى لو كبير الاطفال بتحب تشوف الكبار بيتحكم مبتسمين دايما ومبسطين وفرحانين فالطفل كمان يحب اللي يدخل عليه السرور والفرح وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفضل من يعامل الأطفال ويدخل الفرح في نفس الطفل وكان دائما وكان يتبع في ذلك شتى الأساليب بعض الطرق والإيه واللي منها أول حاجة الاستقبال الجيد للأطفال الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه كان بيستقبل الأطفال استقبال جيد جدا تمام كمان كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقابل الأطفال يقبلهم ويمازحهم يهزر معاهم طفله الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه كان بيقبلهم ويمازحهم يهزر معاهم وقدواتنا في ذلك هو محمد نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يذهب إلى بيت بنته السيدة فاطمة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري فيقذ الباب وينادي على الحسين رضي الله عنه حتى في مناداته باسم الحسين فيأتي الحسين يرقد لأنه يحب جده بيجي جري كده على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بيحب جده وبيفرح به ونجد أبو غريرة رضي الله عنه أن فاطمة قد أبطأت بولدها لأنها لبست ابنها سوبا جديدا لبسته حاجة جديدة وألبسته بعض الأشياء التي تلبسه على الأولاد الصغار فرحا بقدوم والدها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال فرآه صحابي من الأعراب وهو الأقرع ابن حابس التميمي رضي الله عنه فقال أتقبلون صبيانكم بيسأل الرسول عليه السلام أتقبلون صبيانكم أنتوا بتبوسوا الأطفال والله لي والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم ما بستش أي أحدا منهم قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم كمان من ضمن الحاجات اللي بتدخل الفرح والسرور لقلب أولادنا أو في نفس الأطفال مسح رؤوسهم إن أنا أمسح على راس ابني كده كمان من ضمن الحاجات اللي بتدخل الفرح والسرور على قلب الأطفال أو في نفس الأطفال حملهم ووضعهم فيه كان الرسول عليه السلام كان بيشير الأطفال ويضعهم في حجره الشريف فهو يضع الطفل ويضمه ويقبله وربما بال الطفل أو البنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعى بماء فرشه إن كان ولدا وغسله إن كانت بنتا تمام وإن كانت بنتا يعني الرسول عليه أفضل صلى الله عليه وسلم كان بيشير الأطفال ويضع على حجره الشريف ويقبل الأطفال ويضمه وده طبعا قدوتنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كمان من ضمن الحاجات اللي كان اللي تدخل السرور أو الفرح على نفس الطفل تقديم الأطعمة الطيبة لهم الأكل أو الطعام اللي هم بيحبوه كمان من ضمن الحاجات اللي بتدخل السرور والفرح لقلب الأطفال هو الأكل معهم إن أنا أعود آكل معاهم وطبعا بننصح كل أب وأم إن هم يتبعوا هذه الأسليب النبوية عليه أفضل الصلاة والسلام ودي بعض الأسليب اللي ممكن تدخل الفرح والسرور على نفس الطفل نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد مع السلام ترجمة نانسي قنقر